منتقل مباشرة لحلب ولزميلنا أنس رمضان يسعد صباحك الناس عم ترصد من يوم الخميس فعاليات واحتفالات الغرفة الفتية بحلب اليوم بدنا نطلع على المشاركات العربية مع الغرفة الفتية السورية خلينا نحكي عننا أكتر بالتأكيد المؤتمر التاسع مستمر بمدينة حلب لأول مرة ينعقد هذا المؤتمر هو المؤتمر التاسع تم الافتتاح مثل ما رصدنا من خلال التقرير السابق بقلعة حلب وكان يوم أمس فيه كثير فعاليات منها مسير السلام اللي حبوا المشاركين من باقي الغرف في المحافظات السورية إضافة أيضا إلى ممثلي الغرف في بعض الدول العربية أنه يوصلوا رسالة من سوريا من مدينة حلب وتحديدا من مدينة الأديمة اللي تعرضت للخراب والدمار نتيجة الجرائم الإرهابية اليوم رح يكون بعد شوي بهذا المكان اللي نحن فيه انتخابات لحتى يتم انتخاب الرئيس المحلي وأيضا الرؤساء المحليين للغرف على صعيد سوريا خليني أكد على أمر غاية في الأهمية أنه هذا المؤتمر كان من المفترضين عقد السنة أو قبل كذا السنة بمدينة حلب لكن ما تم الأمر بجهود الشباب هالسنة هنا الموجودين بمدينة حلب مثل ما أنه في شخصيات وممثلي غرف من الدول العربية منهم المدربة بالأكاديمية التدريب بأفريقيا والشرق الأوسط سيناتور نهلة ناصفي أهلا وسهلا فيك بسوريا أهلا وسهلا فيك مثل ما عرفنا أنه كان فيه كثير مصاعب وصعاب إذا فينا نقول حتى وصلتي لهون شو أضف لك الوصول لسوريا ولمدينة حلب المشاركة بالمؤتمر الوطني التاسم هو صراحة سعدت كثيرا بالدعوة للحضور بهذا المؤتمر الوطني للغرفة العالمية السورية اللي ينعقد بمدينة حلب هالمدينة اللي من سنة شفنا كثير صور دمار وصور بتوجع القلب وصعوبات أكيد صعوبات لأنه تونس وسوريا مرت بفترة كثير صعبة للبلدين والأمن وأكيد الخروج والدخول من هذول الدولتين بيكون فيهم إجراءات أمنية كثير كبيرة بس الحمد لله وكثير صعوبات الحمد لله نسيت كل الصعوبات بس لما حطيت رجلي بهالبلد وهي المدينة خاصة لأنه فيه كمية حماس فيه كمية أمل فيه كمية تعطاء فيه كمية تغيير كبيرة شفتها بشباب السوري وبمدينة حلب بالذات مع هذه الأسرار اليوم مبارح كمان كان عندكن مسير مسير بالمدينة القديمة إلى كتير معاني بالنسبة لحلبيون السوريين أكيد ولكل العرب شو الرسالة لحبيت وتوصوها مبارح من خلال هذا المسير بوسط المدينة القديمة أنا صراحة كشابة تونسية مش رأحكي كمدربة بالغرفة العالمية أو كممثلة للغرفة التونسية أنه هذه المسيرة رح تغير كتير بنظرتي بنظرتي لسوريا بنظرتي للبلد لأنه شفنا كتير دمار بس شفنا كتير فرح وكتير نشاط عند الشباب السوري في أمل بينبعث من وجع شفنا أنه الحجار اللي تدمرت بالحرب بتتجمع مشان نبني مباني جداد ونبني مستقبل أفضل لأنه صراحة البكاء على الدمار مش رح يقدم لقدام هذا الدرس اللي أخذته من شباب السوري ومن شباب حلب أنه لازم على قد ما بنوجع لازم من قوي قلبنا وبيقولك للضربة اللي ما بتأتلك بتقويك أكتر وأكتر وصراحة في مقطع شعري بيقوله لشعر أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر وأكيد سوريا رح ترجع أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله شكرا لإلك سيناتور نهلاك أنت معنا كمان من الأردن كمان كان في أحد الموثلين اللي معنا حاليا اللي هي ريئي معبد الله هذه نائب الرئيس العالمي للغرفة الفتية الدولية اليوم مثل ما بنعرف أنه الجي سي آي كأختصار أو الغرفة الفتية الدولية عندها كتير مشاريع عندها كتير تدريبات خلينا نحكي على الصعيد العربي وين وصلنا لها بهذه المشاريع وشو هي الخطوات الجديدة شو هي الأفكار الجديدة اللي انطرحت بالنسبة للشباب العربي بداية دولية موجودة بأكتر من مئة دولة بالعالم وعمرها أكتر من مئة سنة في الوطن العربي موجودة بخمس دول موجودة في الأردن وسوريا ولبنان وتونس والمغرب حاليا عم نشتغل على أنه نتوسع في المنطقة أكتر ويكون لها وجود إقليمي وعربي كبير من ناحية مشاريعنا اللي بنشتغل عليها إحنا بنشتغل بأربع مجالات بتشتغل بتنمية المجتمعات تنمية الأفراد التبادل الثقافي والتبادل على مستوى الأعمال فبهدول الأربع مجالات كل غرف في الوطن العربي وفي العالم إلها مشاريع خاصة فيها تتوافق مع المجتمع اللي هم عايشين فيه ومع احتياجات هذا المجتمع يعني احنا بالبداية منتطلع على المجتمعات اللي احنا فيها إشبه حاجة هاي المجتمعات وبنبني مشاريعنا بناء على هاي الاحتياجات شكرا لك كبان ريم عبدالهدي وجودك معنا مثل ما عم نشوف مشاركة من كل محافظات وأيضا مشاركة من ممثلي من الدول العربية ومثل ما عمنا كان فيه كثير أشخاص كانوا حابين يجوا إلى سوريا لكن إن شاء الله بالمرات القادمة بيكونوا موجودين بالمؤتمرات الوطنية اللي راح تصير خلال الأعوام القادمة فينا نقول أنه لحتى الآن يعني حاولنا أنه نوصل فعاليات اليوم مثل ما لنا من شوي في بعض شوي في انتخابات للرؤساء المحليين رح أرجع للستيديو ورح أكيد نكون برصد كل الفعاليات نعم تشكرك أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية من حلب كنت عم تطلعنا على آخر نشاطات وفعاليات الغرفة الفاتية السورية في حلب